وللوقوف على آخر تداعيات العدوان المتواصل على الضفة الغربية ينضم إلينا مراسلنا حافظ أبو صبرة مرحبا بك حافظ إذن سبعة أيام وما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على جنين ما آخر التفاصيل لديك حافظ العدوان متواصل في جنين وأيضا هنا في طول كرم وعلى فترتين اقتحمت المدينة ومخيمها خلال ليلة الماضية فجر هذا اليوم في اقتحام مستمر حتى هذه اللحظة نحن عند مدخل مخيم طول كرم وسط المدينة وقوات الاحتلال في الداخل معها جرفات عسكرية مجنزرة ومدولبات وتنفذ عمليات تدمير وتجريف وأيضا هناك عمليات تفجير لمنازل مواطنين فلسطينيين إضافة لمداهمة بعض المنازل التي ما زال سكان موجودين داخلها الفارق هنا حتى اللحظة لم تخرج أي عائلة من داخل المخيم هذا اليوم الأول للعدوان في مخيم طول كرم ويأتي بعد ثلاثة أيام فقط من انسحاب قوات الاحتلال من مخيم نور شمس الواقع إلى الشرق من مدينة طول كرم حيث كان العدوان كبيرا جدا وطال عدد كبير من المنازل بالدمار واستشهد فيه أربعة مواطنين حتى اللحظة منذ الصباح وحتى ما قبل ساعة كان هناك ثلاثة شهداء طفل أعدم برصاصة قناص إسرائيلي وأصيب والده في ذات الحدث قرب مفترق أو شارع الفتال في أقصى جنوب المدينة وأيضا عملية اغتيال نفذتها قوات إسرائيلية خاصة من اليمام تبعتها تعزيزات عسكرية في ضحية ذنابه إلى شمال من المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة ورصدنا هناك خلال العملية العسكرية عملية احتجاز جثامين الشهداء وخروج وانسحاب قوات الاحتلال وإطلاقهم الرصاصة على الطواقم الصحفية وطواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في كفردان هناك حديثة عن انسحاب قوات الاحتلال من البلدة في ساعات العصر بعد أن استشهد الطفلة برصاص الاحتلال وأصيب عدد من الشبان من بينهم أربعة من الزملاء الصحفيين واحد أصيب بالرصاص الحي في منطقة اليد وثلاثة أصيبوا بشضايا الرصاص الحي الذي أطلق بشكل مباشر نحوهم في يوم هو الثاني من ذروة استهدافات الصحفيين الفلسطينيين لمنع صورة الحقيقة من الوصول في ظل هذه العملية العسكرية الممنهجة نتحدث عن تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في اليوم السابع لما يسمى بخيمات الصيف هذه العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الاحتلال قبل أسبوع من الآن 33 شهيد و130 إصابة في الضفة الغربية وهذا منذ ليلة الأربعاء الماضي هذا يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 685 شهيد و5700 جريح فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الشهداء 19 شهيد في محافظة جنين أربعة شهداء في محافظة طوباص و7 في محافظة طول كرم و3 في محافظة الخليل نتحدث عن احتجاز عشرة شهداء منذ بدأت هذه العملية العسكرية وأكثرهم من محافظة جنين بشكل عام إضافة لثلاثة شهداء من هنا من مدينة طول كرم وعلى رأسهم قائد كتيبة طول كرم تابع لسرير القدس الملقب بأبو شجاع وهناك ثلاثة شهداء محتجزين في مدينة الخليل ما يجري على الأرض ميدانيا في هذه اللحظة انسحاب لقوات الاحتلال من قرية برقيم بعد تدمير الشارع الرئيسي الذي يصل بين القرية وقرى محور غرب محافظة جنين مع مخيم جنين وبقى قوات الاحتلال في أكثر من عشرة نقاط في محيط وداخل مخيم جنين من بين هذه النقاط استمرار حصار مستشفى جنين الحكومي ومستشفى بن سينة وأيضا تحويل أحد المنازل في منطقة السحر الرئيسية إلى ثكنة عسكرية لجنود الاحتلال منزل آخر في منطقة حي مدارس الزهراء حول لثكنة عسكرية عمارة البيان المكان الذي اجتمع فيه هيرتسي هاليفي رئيس أركان جيش الاحتلال مع قادة العملية العسكرية في جنين أيضا ثكنة عسكرية وتم إخلاء كل السكان في البنايات المحيطة بهذه البناية وهناك تواجد لقوات الاحتلال عند محور دوار عصفور على الطريق الواصل من نابل الصوبة داخل مدينة جينين هناك تواجد أيضا لقوات الاحتلال في منطقة حارة الدمج أكثر الحارات التي عانت جراء هذا العدوان المستمر منذ سبعة أيام فيما كانت قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في منطقة حي العصاصة ومنطقة الحارة الشرقية التي كانت خرجت منها يوم أمس فجرا وتركت خلفها دمارا كبيرا العنوان الأبرز لهذا الاشتياح الذي يطال محافظات ثلاثة ومستمر في اثنتين منها هو الدمار الذي يطال البنية التحتية حياة المواطنين الفلسطينيين سيما اللاجئين في المخيمات واتساع دائرة عمل الاحتلال عسكريا وتخريبيا في قرى هذه المحافظات الثلاثة بالتحديد في جنين قوات الاحتلال نفذت على مدار الأيام السبعة عمليات عسكرية عمليات قصف عمليات نفذتها قوات إسرائيلية خاصة في الزبابد في ميسليا في صير وفي كفرذان اليوم ويوم أمس في قباطيا كان هناك العديد من الشهداء والجرح هنا في طول كرم أنهت عملها في مخيم نور شمس مع الأيام الثلاثة الأولى من العدوان منذ يوم أمس عصرا وحتى اللحظة على دفعتين اقتحمت مخيم طول كرم تواصل حصار مستشفى الشهيد ثابت ثابت ومستشفى الزكاة فيما نفذت عملية عبر قوة خاصة في ضاحية ذنابة القريبة من مخيم طول كرم على ما يبدو وفقا للمعطيات الميدانية أن الاحتلال سيستمر في عدوانه سيما في جنين وهنا في مخيم طول كرم للأيام القادمة هذا وسط أيضا معلومات تصلنا من السكان الذين يخرجون من منازلهم بالتحديد في مخيم جنين أن الاحتلال يخبرهم بأنهم لن يعودوا قبل أسبوع على الأقل إلى هذه المنازل حتى تنتهي هذه العملية العسكرية وهذا أيضا يترافق مع مناشدات من داخل المخيم سوء في الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار انقطاع الكهرباء والمياه وبدء نفاذ كل المواد الأساسية التي يحتاجها الفلسطيني للصمود في بيته الذي يحاصر فيه من قبل قوات الاحتلال حافظ أبو صبر كنت معنا من طول كرم شكرا جزيلا لك